موسيقى موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الأحد 15 تشرين الثاني تقرير كتير رح منكون على موعد معا خلال حلقة ومحطة مع مسرحية الست نجاح والمفتاح للممثلة والمخرج المسرحية عيدة صبرة يلي كمان رح تكون ضيفتنا لليوم إنما البداية مثل العادة بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوي اليوم معنا استاذ ويسام أبو خشفي صباح الخير صباح نور للكم لكل المشاهدين يا أهلا وسهلا تفضل الطقس المستقر بيكفي معنا اليوم على لبنان وعلى حد الشرق المتوسط على أن ببلش يتأثر لبنان بمنخفات جوية موجودة فوق شمال أفريقيا ابتداء من نهار بكرة هذا المنخفات بيحمل معه أمطار غزيرة وعواصف عادية زي اليوم طقس حلو مع ارتفاع بدرجات الحرارة بكرة الطقس بتحول لغائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بتبلش الأمطار بشكل خفيف خلال فترة الصباحية نعم بتقوى بعد الضهر مع عواصف عادية الثلاثة كمان بيكفي غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ضبابة على المرتفعات وأمطار متفرقة من حين لآخر لأي متى مستمر هالتقس العاصف؟ بس تنين تلاتة تنين تلاتة الأربعة بترجع تسعة طيب قد رح تكون درجات الحرارة؟ درجات الحرارة ليوم الأحد على الساحل من 13 إلى 29 فوق جبال من 13 إلى 24 بالأرز من 6 إلى 17 وبالباع من 8 إلى 26 وبكرة وقت تنخفض؟ هلأ الانخفاض الأكتر لحيبين نهار التلاتة بكرة تنزل درجتين ثلاثة بس أنه من عشية حيكون برد يعني نعم لكن اليوم تأس حلو لكل اللي عنده النشاطات بره يوم فيه نشاطات بيروت كتير بكرة ببلش تأس عاصف بيستمر للتلاتة مضبوط ها هي طيب نحن بكرة بنرجع بنحكيكم باقتصار جديد معكم يعطيكم ألف عرف ضلوا بخير يا راد صباح الخير صباح الخير جوال لألك ولكل المشاهدين جولة على عنوين الصحف القليلة والمجلات الأسبوعية منبدأها هلأ جولتنا لليوم منبدأها مع صحيفة الحياة الملك سلمان يبحث مع أردوغام وضيع قمة العشرين والعلاقات الثنائية باريس تحت الحصار وتتوعد داعش بحرب دون رحمة خادم الحرمين يحض على تكاتف دولي ضد الآفة الخطيرة وتضامن واسع مع فرنسا والإرهابيون ثمانية بينهم مصري ولاجئ سوري دخل عبر اليونان ساعة الحرب على الظلام عنوين مقالة غسان شربل لليوم مرحلة انتقالية لسنتين تنتهي بانتخابات اجتماع فيينا يدعو إلى قرار دولي لوقف للنار لا يشمل داعش والنصر وبقاء الخلاف الأمريكي الروسي حول دور الأسد قمة العشرين في أنطاليا وسط ظروف استثنائية 12 ألف رجل أمن للحماية والملف السوري والإرهاب من الأولويات الجيش والمقاومة يستعدان للمبادرة في تعز تدمير الصاروخ أطلقه الحوثيون على قيادة العمليات في مأرب وبالختم توقيف ستة مشبوهين في تفجيري البرج الأمن اللبناني تعرف إلى شبكة الانتحاريين من صحيفة الحياة إلى صحيفة المستقبل فرنسا في حداد والأصبع على الزناد داعش يعلن مسؤوليته والحصيل 129 قتيلا و352 جريحا بينهم 99 في حالة حرجة الملك سلمان يتفق مع أولاند على التعاون لمكافحة أفة الإرهاب غارة أمريكية تقضي على قائد داعش ليبيا الحريري ينظر بإيجابية لتسوية مدخلها الرئاسة المعلومات تفكك شبكة البرج ونصر الله يشيد بحرفيتها ويجدد الحاجة إلى سلة من داخل الدستور فيينا مسودة خارطة طريق لسوريا حكومة انتقالية في ستة أشهر وانتخابات في ثمانية عشر شهرا حرب للمستقبل المستقلون ليسوا أقلية واشنطن لا ترى الوقت مناسبا للتباحث في الملف الرئاسي الضاحية الجنوبية من يرفع الصوت والموت وختيما مقالة بول شاولا اليوم حملة عنوان الجدران من صحيفة المستقبل من تابع جولتنا وبصحيفة الشرق الأوسط لليوم الملك سلمان من أنطاليا مجزرة باريز لا يقرها عقل ولا دين قمة سعودية تركية سبقت لقاء مجموعة العشرين اليوم عاصمة النور تطفئ أنوارها والعالم يتضامن 129 قتيلا و200 جريح نصفهم يصارع الموت داعش يتبنى الهجمات وأوباما يهاجمه في ليبيا أولاند يعلن حربا بلا شفقة مقتل ثمانية منفذين سبعة منهم انتحاريون أحدهم سوري دخل اليونان لاجئا الجيش في الشوارع وحظر للتجول حمام دم في مسرح البتاكلان وامتبعين مع صحيفة الشرق الأوسط الخمس الكبار يتفقون في فيينا على وقف إطلاق النار بسوريا مفاوضات بين النظام والمعارضة في يناير وحكومة انتقالية خلال ستة أشهر وبالختم القذافي في ليلته الأخيرة جولتنا على صحف اليوم مستل ختمة سننتقلها إلى المجلات الأسبوعية والبداية مع مجلة الشراع وبالعنوين السيد صادق الموسوي في تمام نهج البلاغة بين ثقافة الحوار وسككين البغدادي العميد وهبي قاتيشة أخشى أن يتحول لبنان إلى دويلات المساد الفلسطيني أبو نضال حاول اغتيال بري ومصطفى سعد للبلبلة والقذافي استخدمه لقتل معارضيه خلاف عاطفي وفتت وراء تفجير عرسال حزب الله يلزم ماهر الأسد على الانسحاب من الزبداني بوتين الأقوى عالميا وميركل تتقدم على أوباما الملك سلمان أقوى شخصية عربية للعام 2015 المطاعم الأمريكية للوجبات السريعة لا مكان لها في إيران ميشيل أوباما تلغي زيارة للأردن بسبب سوء الأحوال الجوية وبالختم فضيحة جنسية جديدة في إسرائيل بطلها حاخام يهودي من صحيفة من مجلة الشراع منتقل إلى ترجمة لمجلة لبدو ماجازين وبأبرز العنوين لليوم ماراتون بيروت لا شبيهة له سوريا خارطة الجماعات المتطرفة سرطان الرئة 4% من حالات الوفاة في لبنان حياة حثالة وبالعنوين حل المحارق فيتو السياسيين وبالختم لقاءات أدبية لورانس جحشان بونفوة ولا فريير جولتنا على المجلات كمانا وسط الختمة رح نتوقف مع أول فاصل إعلاني ومن بعده جولة ثقافية وفنية مع جوال تلكون معنا اشتركوا في القناة